الشخص اللي بيراكم في الحقيقة شخص تهوض على تعالوا بقى نقول له شوية حقيقة كده الشخص اللي بيراكم ده الشخص اللي بيراكم ده ده مش شخص مركز ومنتبه وما يتضحكش عليه لا الشخص اللي بيراكم ده ده شخص يتعود على الهروب لأنه بدل ما بيقوم بدوره في أنه يفهم ويتفهم الناس اللي قدامه بشكل صحيح وبشكل كويس بيحاول أو يحاول يحسن علاقته بيهم يخزن الواجعه بس ايه ده احنا مبصناش للمسألة قبل كده كده احنا متصورين أن التراكم ده ده عامل زي ترصبات الشاي ده عامل زي التفل بتاع الشاي ده قال له لا ده قال عزو بالله التراكمات دي أنا آسف يعني إنما هي قذورات النفس الأمارة بالسوق ايه ده؟ يعني التراكمات دي مش تراكمات أفعال الناس فهذا سواد الناس أنا آسف التراكمات دي سواد النفس الأمارة بالسوق لأن تراكمات الناس أو أفعال الناس مع الطاهرين المنورين لقلبهم منور تغسل في أنوار الناس ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتكلم بقى عن الناس المنورين اللي ما عندهمش تراكمات فيقول ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا ايه؟ أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة مين يا رسول الله؟ الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون يعني ايه؟ يعني الشخص اللي ما بيركمش اللي ما عندهش تراكمات ألوف الشخص اللي ما عندهش تراكمات إن الله حرم النار على كل سهل هين لين كل هين لين وفي حديث آخر سهل لذلك تلاقي كتير من الأشخاص اللي بيركموا بيعيشوا دور الضحية يحسوا إنهم مدبوحين وإنه دايماً بيقول للناس إيه اللي حاصل؟ عيش ما تضحيش أنا دايماً بيقول للناس كده ما تضحيش لأن انت مش بحتاج تضحي ليه؟ انت بحتاج تعيش صح يعني بيقولي إزاي ما احتاجش تضحي ما أنا الأب بسيب الحياة اللي بحبها عشان أولادي قلت له ما هو ده اللي بيخليك في يوم من الأيام تهرب من دور الأبوة وتعتبر دور الأبوة ده دور تقيل على قلبك إيه اللي بيخليك تهرب؟ فهمك الغلط للحياة إن اللي انت بتشيله ده اسمه تضحية فأنت حسيت إن انت مستهلك لأنك انت قاعد تضحي تضحي انت في الحياة ما ضحيتش انت قمت بما يجعلك مستحق لمعنى الرجولة سواء كنت مرأة أو رجل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتي فأنت قمت بمسؤوليتك لكن انت عشان تغلي نفسك على أولادك عشان بص 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 نفس الأمر بتقوله إيه غلي نفسك على أولادك عشان ما يتخلوش عنك فخليك غالي على الأولاد فأعمل إيه؟ فراكم عليهم اللي انت بتفعله بمسؤوليتك ورعايتك ليهم اللي ربنا يكلفك بيها فراكم لهم ده وحولوا دين عليهم فلما تحولوا دين عليهم يبقى دين متراكم كده هم يحسوا بأهميتك في حياتهم وقس هيتا ما بيحسوش بأهميتك في حياتهم وبيحسوا ان انت بتمن عليهم بيحسوا ان انت في الحقيقة بتحسسهم انهم عبيد لك وبعضهم بيقولوا كده يعني بعضهم بيقولوا أباهم وماتهم كده انتوا هتزلون بالتربية اللي انتوا رب تهنى بعض الناس بتظن وبتمشي بمبدأ إننا مش هنقدر نعيش ونتعامل مع الناس في الحاضر إلا لما نتخلص من تراكمات الماضي فهو بيقولوا إيه أنا مش هقدر عيش مع أولادي غير لما أعيش بأتخلص من اللي عملوه فيها ولا الأولاد يقولوا مش هنقدر نعيش مع أبائنا ولا أمهاتنا غير لما تخلص من الترومات اللي عملوهن ودي كذوبة على فكرة دي أسطورة من الأساطير والدليل على كده يجي الشخص هو بيتعامل مع الآخرين يطلب منهم أنا لما أجي أتعامل مع الآخرين أطلب منهم أنهم إيه يتجاوزوا ويتعاملوا معايا بشكل آني إحنا أولاد النهاردة وكأن الماضي ما كانش طب كويس أنا بقول كده للناس أنهم يتعاملوا معايا لأن إحنا أولاد النهاردة وننسى أخطاء الماضي وننسى اللي كان طيب ونبتدي صفحة جديدة أنا وبتكلم مع الناس ولما يجي الكلمة عن الناس هم الناس بقت عندهم غل وحقت كده ليه وما أنا قلتلك خلاص ونبتدي صفحة جديدة ونتعامل مع بعض أنت ليه قلبك آسي وجاحت كده ترجمة نانسي قنقر